بسم الله الرحمن الرحيم أحباء المتابعين أعزائي المشاهدين محبي ومتتبعي عالم الستيطالايت في كل مكان وعالم الاندريد تيفي في كل مكان اليوم نحن مع موعد مع أفضل وأحسن طريقة لتسريع أجهزة الاندريد تيفي وزيادة حجم الجهاز الخاص بك إلى مئة جيجا متين جيجا زي ما انت عايز وجدت الكثير من الطرق والكثير من الشرحات اللي بتشرح فيها كيفية تسريع الجهاز الاندريد تيفي أو الشاشة الاندريد الخاصة به أغلب هذه الطرق غير فعالة بشكل قوي أو غير فعالة أساسا فوجدت طريقة تترتب على سلاس خطوات إذا طبقت السلاس خطوات أضمن لك أن جهازك سيتحسن تحسن كبير جدا ستحسن الأمور أصبحت فرق السماء والأرض فلازم تستفاد من إمكانيات جهازك بالشكل الصحيح مجرد خطوات بسيطة جدا ما هو إلا عليك أن تحضر فلاش يو اس بي وإن تشغل الشاشة الاندريد تيفي بتاعتك أو التيفو بوكس بتاعك الاندريد تيفي وتبقى أنت في الحالة دي جاهز معانا يا صديق طبعا اللي معاهم الاندريد تيفي بتاع جوجل نزلنا له شرح هنا في القناة من سنة أو اثنين الاندريد تيفي ده بتاعه بيبقاش فيه مسخل ايه يو اس بي فبتضطر تشتري ايه هب عشان تحط الفلاش تشترك في القناة ونفح الجرس الإشعارات وصب لنا اللايك المتين والكومنت اللذيذ وبعدين هتلاقي برضو جروب التليجرام خش هناك مجتمع الاندريد تيفي مهم جدا وبرضا هتلاقيني موجود على الواطس تمام كل الرابط دي فين وصف الفيديو يا جد يلا بينا يلا بينا ده الاندريد تيفي بتاعنا هنكبر المساحة بتاعته عشان نستفاد من الجهاز اول ما بتركب الفلاشة في الجهاز بتاعك بيجيلك علامة الفلاشة في الاعلى كينج ستوم خلاص احنا ركبنا الفلاشة دي اولى الخطوات هننزل برنامج من متجر جوجل او من جوجل تيفي اسمه ايه البرنامج ده اسمه اكس سي فايل بص اهو هو ده البرنامج ابحث عنه اكس سي فايل برنامج رائع جدا يا صديقي ومجاني بحث وبرنامج واخد تقييم عالي جدا في جوجل ويستحق ان احنا كلنا نقيمه بدرجة اعلى كمان يعني واخد اربعة نقطة ستة ودي تقييم عالي جدا يا جد في جوجل ضغطنا انستول بيتثبت في لحظات برنامج موجود في المتجر الرسمي بلا اي مشاكل ثم نضغط اوبن ثم نكست نكست ده ما بتضغط نكست كمان بيدخلك هنا بيقولك الدين الازونات تنزل على اخر خانة ثم تضغط اوكي ومن اخر خانة بيقولك اعطيني الصلاحيات للوصول للملفات او الميديا واحد هيخاف يا عم جده هي اجراء روتيني في الاندوريه اجراء روتيني هذا اجراء روتيني بتضغط اوكي ثم الاو اول تايم تمام ثم الاو اوبنا بتضغط كده بيروح مدخلك على التطبيق بيبقى اعملك الفلاشة باللون الايه الاسود وده مساحة التخزين بتاعت الجهاز شايفين الجهاز بتاع جماعة اربعة وستين في المية مشغول فاضله بس تلاتين في المية ويخلص فانا دايما بفضي مساحة المين للجهاز اخلي الجهاز يشتغل في مساحة كافية احنا بقى عايزين ناخد الملفات كلها اللي موجودة على مساحة التخزين الداخلية للجهاز اوديها فين على الفلاشة نصيحا سي تقولها ينصح ان تأتي بفلاشة نوع جيد اذا كنت تستخدم فلاشة او هارد اكسترنال الهارد اكسترنال اي نوع يفضي بالغرض ولكن فلاشة ينصح به فلاشة كينجستون سان ديسك المركات المشهورة ما تجيبش فلاشة سيئة ما حلناش المشكلة ندخل الى المين اللي هي المساحة الرئيسية هنجد ان دي ملفات الاندوريد العادية دي ما مناش دعا بيها طيب يا عم ابراهيم انا حاببا الى التطبيقات اللي موجودة هنا لو دغطت على الدولوت هلاقي ان انا فيه حوالي اربع تطبيقات اهو عايزين ناخد التطبيقات دي عن طريق البرنامج دان وديها على الفلاش اي بقى اي حاجة هتعملها بعد كده ارمع الفلاش فيديوهاتك على الفلاش ملفاتك على الفلاش تروح ضغط ضغطة مطولة هيبدأ كده تقول له تحدد كله 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 وبعدين ما تعملش نسخ بقى جده احنا عايزين موف تحريك يعني شلهم اللي من هنا احطوه من ناحة التانية انما لو خدتهم نسخ معنى زالج ان هم هيفضلوا هنا وهيتحطوا الناحة التانية برضه موف توعادل في العالم الكمبيوتر قط ادي موف واعمل رجوع رجوع شوف الامر لسه شغال معايا تحت اهو رجوع اروح رعا على الفلاشة بتاعت اللي هي بالعلامة السوداء دي دي الفلاشة فتحت الفلاشة ممكن ان انا ايه احطوهم في اي حتة كل دي ملفات على الفلاشة عندي طيب يا عم ابراهيم هحطها وهعمل بسه شوف ينقل هوا جد في لحظات هينقل هملة اتنقلوا بالفعل هوا زودهم لهوا ادي برنامج البلتوز والبراوزر تيفي كله اتنقل هنا سؤال يا عم ابراهيم هو انا لما انقل التطبيق انا مثبته انا سبت التطبيق بس هو كان على الايه على المين على الجهاز نفسه على الزاكرة الداخلية هل في الحالة دي التطبيق هيتأثر ومش هيشتغل الاجابة لا هيشتغل عادي يبقى انت انقل حتى التطبيق المتثبت انقله عادة هيفضل موجود هيفضل شغال نرجع كده حتى تطبيق البلتوز انا مثبته هنرجع برا ورا خلاص كده شكرا نعم البرنامج ده جامج جدا ننزل كده 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 لو روحنا على البلتوز اهو اهو هفتحه عادي واروح ضغط على سكان بيبحث عادي وجاب لي اهو الشبكات اهو 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 دنيا حلوة اه ما حصلش حاجة صح يبقى دي اولى الخطوات ثاني الخطوات لتسريع الجهاز يبقى اولى الخطوة هتستفاد منها تسريع الجهاز وزيادة حجم الجهاز الى الى مساحة بقى انت عايز انا انا حطط له فلاشة اربعة وستين انت ممكن تحط فلاشة مية تمانية وعشرين ممكن تجيب هارد اكستيرنل خمسمية رحتك اجده خلاص كده خلاص كده تعال نخشي الخطوة التانية ايه هي الخطوة التانية يا صديقي هنفعل الدوفلوبر مود انا طبعا مفعله هقفله ونروح رحين على الدوفلوبر مود مع بعض الروح على علامة التيرس سيتنج دي تاني الخطوات ومنها الروح على سيستم مش ابس ومن سيستم اباوت ومن اباوت سنذهب الى الاسفل الى اندوري تي في او اس هنضغط عليها سبع ضغطات لغت ما يظهر معاك تفعيل الدوفلوبر احنا الان فعلنا ايه الدوفلوبر هنروح عاملين الرجوع طب انا عايز اوصل للدوفلوبر توصل له من سيستم مرة اخرى اهو لما فعلناه يظهر معاك في سيستم اهو ماشي نخش عليه من سيستم مرة اخرى حننزل الى اسفل ركزة جدو معايا الى الاسفل الى الاسفل الى الاسفل الى الاسفل الى الاسفل ما تزهقش يا جدو كل ده انت على وضع المطور الى الاسفل ما تلعبش في حاجة يا جدو الى الاسفل يا راحت فين يا جدو مش لقينها اهي 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 انا كل مرة بعد عليها جدو وبنساها اسمها ايه انميتر يا راحت فين يا جدع ها هي دي اجد. الانيميشن دي هتعمل فيها ايه تضغط على كده ها. تعملها اوف. واحد اقول لي انت لغتها ايه دي بقى لازمتها ايه. اللي هو التنقل بين القوائم بشكل سلمائي كده جد. انت عايزها في ايه. خلاصة. خلاصة. شفت بقى. حسيت في تغاير شوية في التنقل. بس اسرع بكثير. دي ثاني الخطوات. اما الخطوة الاخيرة اللي هي قتل ببحثا. وهذه الخطوة لا تفدي لوحدها نفعا. الخطوة التالتة اللي احنا نعملها دي ما تنف لوحدها. عشان كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب بتعملها لوحدها. ومش ده الحل يا جدو. هو حل مسكن بس مش الجزر يعني. هندخل على اول. وفيه تطبيق هتنزله بالدونلودر. يعني فيه تطبيق هحط لك الكود بتاعه. وانت عارفه يعني. تجي لعا التليجرام. تجي في اي حتة جدو. المهم هتاخد الكود ده. لو فتحنا هنا. ده الروسي ده. هنلاقي التطبيق اللي اسمه تطبيق شهير جدا. تضغط عليه كده. اهو. بيحرر لك الرام. بيكوّق لك الدنيا ش تمام يا جدو. ده الحلول التلاتة اللي لو التزمت بيهم تقدر تنزل البرامج باستمرار. مشاكل التهنيج هذه تواجه الكثير من الناس عاشق تنزيل البرامج. انت الان ايه? الحل لهو. انسى بقى الزاكرة ممتلئة. انسى الجهاز متشنج. انسى الكلام ده كله. بالثلاث حلول هذه. انت ضمنت بازن الله ان الجهاز يسير بخطة ثابت. طبعا كل فترة تتأكد انك على اخر تحديث يا جدو. وخصوصا الاجهزة اللي هي اه الرسمية ممتل. من جوجل كل فترة تتأكد انك على اخر تحديث. عشان التحديثات ايضا بتحللنا مشاكل كثيرة جدا. من سيستم ومن اباوت. ومن سيستم افديت. لو عملنا شكة وبقول لي مفيش انت على اخر سبت بالفعل. احنا على اخر سبت. برضو دي من النقاط الجوارية اتأكد كل فترة ان انا على اخر سبت. ديت الحكاية ببساطة. لو انت حابب اشرح لك اي حاجة خاصة بعالم الاندوري تيفي ما اتشرحتش على يوتيوب او ما انتش فهمها. اكتب لنا تحت في التعليقات اكون شاكر ج اللايك والتعليق والانضمام الى جروب التليجرام والى رابط الواتس الخاص بي. كل هذه المواقع هي مواقع التواصل الرسمية اللي هتلاقيني موجود عليها بشكل مستمر. كان معكم ابراهيم سعيد والى اللقاء. العبد لله اللي خبط الاطر في ظهره مشاه. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة